أعلن اتحاد الجاليات الأجنبية في البحرين خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس عن انطلاق فعالية هذا هو الخليج العربي والتي ستتجه إلى العاصمة الإيطالية روما أواخر شهر مايو القدم وأشارت الأمين العام لاتحاد الجاليات الأجنبية بيتسي ماثيسون إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد المحطات التي زارتها فعالية هذه هي البحرين في عدد من العواصم العالمية وحققت فيها نجاحا مضطردا في نقل صورة التسامح والتعايش الديني الذي تتمتع به مملكة البحرين بعد النجاح الكبير الذي حققته فعالية هذه البحرين في نشر رسالتها في محطاتها المختلفة عبر العالم وبعد أن استطاعت أن تكسب سمعة عربية دولية وأن يكون لها صدى مختلف وأصبحت محط الأنظار وبعد كل هذا الإنجاز الذي حققته كان لابد اليوم أن توسع من رقعتها الجغرافية لتنضم إليها السعودية والإمارات ليحملوا مع شقيقتهم الصغرى رسالة السلام والتعايش إلى كل بقع الأرض اليوم تم تحقيق هذا الحلم الذي خرج من رحم الواقع وتم الإعلان عن فعالية هذا هو الخليج العربي لتكون انطلاقته الأولى إلى العاصمة الإيطالية روما فيما يلقادم بمشاركة كبيرة من الفعاليات الأهلية والاقتصادية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني في دول الخليج العربي في أي مكان نذهب إليه ننشر رسالة البحرين فيما يتعلق بالسلام لكن اليوم تلقينا دعوات من أشقائنا في دول الخليج للانضمام إلينا فنحن على يقين بأن دول مجلس التعاون تمتلك خاصية واحدة ونحن سعداء اليوم لأننا أسرة واحدة وسوف ننشر للعالم رسالة واحدة وهي السلام تبدأ من إيطاليا وتنطلق إلى دول عالمية أخرى لتوضح ما هو الشعب الخليجي أن هذه البادرة هي مفتاح للتعايش هي مفتاح أن يكون جسر بين الخليج وكذلك أوروبا والعالم الغربي نشكر مملكة البحرين قيادة وشعبا على فعالية هذه البحرين وكذلك نبارك لهم النجاح الكبير الذي حققته واليوم حقيقة نحن سعداء بانطلاق فعالية هذا هو الخليج العربي نشيد بالتجربة البحرينية ونشكرهم على تبني هذه المبادرة الجديدة الحاجة كبيرة والفكرة خلاقة وجميلة جدا الصورة النمطية السائدة عند الغرب صورة سيئة بالتأكيد نحن بحاجة إلى أن نقول للآخر أن هناك في الخليج تنمية هناك فكر هناك مبادرات نحن اليوم طبعا بعد تتالي نجاحات هذه البحرين في النسخ الستة السابقة وبعد ما دول الخليج أخواننا من دول الخليج مؤسسات المجتمع المدني بدول المجلس تعاون شافوا هذه النجاحات حبوا أن ينضمون معانا حتى ننتقل من حلم صغير حققنا هذه هي البحرين وهذه البحرين كبرت اليوم وراح تكون هذا هو الخليج العربي حلمنا منذ فترة بأن هذا البرنامج سيكون له دور أكبر وهذا نتيجة العمل الجد الذي قمنا به في الرحلات السابقة الهدف الذي حملته فعالية هذه البحرين وحلقت به هو ذاته الهدف الذي ستحمل رايته فعالية هذا هو الخليج العربي وهو نقل الصورة الحقيقية للحياة في دول الخليج العربي لتكون بذلك مملكة البحرين هي من أخذت بيد الجميع من أجل مشاركتها في نشر ثقافة التسامح بين الأديان والإنسانية وهو ما دعا إليه ديننا الإسلامي الحنيف سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين